في خميس مشيط بات للمرأة السعودية دور بارز في المجال الصناعي من خلال عملها داخل 157 مصنعاً في المدينة الصناعية الأولى بالمنطقة الأمر لا يقتصر على التوظيف فقط بل تعداه إلى تمكين الاستثمارات النسائية للاستفادة من الخدمات والمنتجات والحلول التمويلية نتبع المرأة في السعودية مؤخراً باتت شريكة في كل المجالات تقريباً وفي كل المناطق والمدن بالمملكة خميس مشيط جنوب السعودية واحدة من تلك المدن التي بات للمرأة فيها دور بارز في المجال الصناعي خصوصاً حيث تستثمر هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في قدرات المرأة من خلال تهيئة البيئة النموذجية التي تلائم طموحاتها كعاملة أو مستثمرة في المجال الصناعي أحس فخر لي كياني وشخصيتي اللي أقدر أطور من نفسي من ناحية التدريب من ناحية أكتسب خبرة في هذا المجال المدينة الصناعية بمنطقة عسير والتي تتاخذ من محافظة خميس مشيط مقراً لها تعمل بين جنباتها أكثر من 140 موظفة سعودية سواء في أعمال إدارية أو خطوط الإنتاج ذاتها دورات التدريبية حفزت البنات سواء عملية أو نظرية سواء في المصنع هنا أو المصانع الثانية تطورت في المجالات هذه ممكن في السابق نقول أن البنات كانوا يقبلون عنه بشكل إداري يعني يدورونه بشكل إداري أكثر لكن كخبرة واكتسب وتطوير للذات الميداني أفضل بكثير والبنات صاروا وعين وأفهم بهذا الشيء جاذبية العمل في القطاع الصناعي أمام المرأة في خميس مشيط اتسعت دائرتها في السنوات الأخيرة نتيجة استراتيجية مدن والتي تعتمد على المساهمة في زيادة المحتوى المحلي وتدليل المعوقات التي تعترض عملهن في القطاع بنات خميس مشيط قبل كانوا محدودين في مجالات معينة مشاغل نسائية تدريس كذا مجال محصور في النسابس لكن الآن لا الحمد لله زاد الوعي عند الأهالي وعند البنات وأثبته نفسهم لا يقتصر الأمر في المدينة الصناعية الأولى في خميس مشيط على عنصر التوظيف فقط بل يتعداه إلى تمكين الاستثمارات النسائية للاستفادة من الخدمات والمنتجات والحلول التمويلية من خميس مشيط حسن الطالعي العربية